السلام عليكم مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفامها اليوم إن شاء الله أحببت أن أجيب على تسأل أحد المتابعين والذي تكرر مرارا ولأزيل اللبس قررت أن أشارك معكم هذا الفيديو التوضيحي والموجز السؤال هو ما هي الإجراءات المتبعة في نشر كتاب ملون دو جودة عالية على الورق الطريقة إخواني سهلة جدا لكن يجب عليك أولا أن تعلم أن تكلفة طباعة الكتب الملونة يكون مرتفع جدا مقارنة مع الكتب العادية ذات اللولين الأبيض والأسود وبالتالي تمنع عرضها على أمازون يكون مرتفع كذلك كما تشاهدون أمامكم أما طريقة رفعها فهي نفس طريقة رفع الكتب العادية تختلف فقط هنا حيث أنه يجب عليكم اختيار Standard Color أو Premium Color وهتين الخاصيتين هما المخصصة لكتب بالألوان وبعدها يجب عليك المعلومات الخاصة بالكتاب وتحديد التمن الخاص به وها أنت تحصلت على كتاب ملون قم كذلك بذكري بأن الكتاب ملون في العنوان وكذلك في الوصف لتسهل على المشترين معرفة نوعية هذا الكتاب ونصيحتي لكم إخواني حاولوا أن تقوموا بإنشاء هذه النوعية من الكتب الخاصة رغم أنها تتطلب جهد أكبر إلا أنها تحقق مبيعات جيدة جدا وقليلات المنافسة عليها إذن إخواني كان هذا هو الجواب على تساؤل أحد الأصدقاء فإن أردتم إنشاء فيديو خاص بإشكالية واجهكم فما عليكم سوى وضعها في تعالق الخاص بهذا الفيديو وإن شاء الله سأقوم بإنشاء فيديوهات خاصة لكم حسب الطلب ولا تنسوا إخواني إن أعجبكم الفيديو قموا بالضغط على زر إعجاب ومشاركته مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت أخي أختي هذه هي أول زيارة لك للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا أول بأول ودمتم في رعاية الآن اشتركوا في القناة